إلا الأفراد يا قائد صح؟ بدون قادة نعم فقط الأفراد صحيح طيب الآن أنا بعثت يا قائد رابط على الشات اللي موجود على الزوم إذا في عندكم مجروبات واتساب عادة لو بعدتوا هذا الرابط اللي بعدتوا على الشات الآن جميع الأفراد بلا استثناء مطلوب منكم تدخل على الرابط تكتب اسمك يردت اسمك كون واضح تمام وأكثر من مقطع لأنه عشان الجزء فيه تشابه بالأسماء تكتب اسمك يعني من مقطعين على الأقل وتعمل start والآن أنا بظهر عندي بظهر عندي مين اللي دخل على المسابقة الآن المسابقة يا شباب هي كل آياتها multiple choice يعني كلها اختيار متعدد تمام؟ في الآن ثمانية دخلوا تسعة عشرة ما شاء الله الشباب سريعة 12 فرد دخل المسابقة كل آياتها عبارة عن المادة اللي أخدتوها خلال يومين الماضيات الأسئلة ليست صابة الأسئلة سهلة كل آياتها خيار متعدد الآن في 21 فرد شارك قائد بشار كم عدد المتواجدين عزوم الآن من الأفراد؟ نحن الآن عدد المتواجدين تماماً 44 تقريباً في عنا عشرة قادة يعني عنا حوالي 34 الآن في 24 فرد دخل مننتظر دقيقتين قبل من يكتمل العزل يلا في 25 في عندي إشكالية كنت حاب أنا قائد بشار أرضي لكم الصورة الأمامي اللي هي اللي فيها أسماء الأفراد لكن مش عارف أنا وجهتني مشكلة لما كنت في الغرفة الثانية لما أجي أعمل شار ما بعوش اللي بيصير يعني أنا معمول كوهوس بس مش قادر أعمل شار للشاشة اللي عندي شو السبب ماني مش عارف يعني بالضبط لكن راي حطكم بالصورة الآن في عندي 27 فرد شارك 28 فرد موجدين الآن عن مسابقة شباب اللي دخلوا الآن على الزوم طلع على الدردشي على الشات على اليمين في عندك رابط ادخل على الرابط شباب دخلوا اللي بلتحقوا قاد ما بيشوفوا الرابط خلينا أبعدوا مرة تانية هاي بعدتوا مرة تانية شروط المسابقة ادخل اكتب اسمك وعمل ستار هي للقادة للأفراد تمام هي للأفراد هاي المسابقة الآن في عندي أنا 31 فرد قائد بشار قائد بشار أنا بستنى منك أنك تعطيني أني أبدأ طبعا شباب البرنامج اللي بعتلكم يا دخلتوا أنتوا عليه المسابقة فيه يعني ما في حدا الآن في 34 فرد يا قائد بشار 35 فرد يعني أعطيهم تنمي بس في أسماء غريبة قائد يعني الباب الحديد وهيك شغلات يعني عادي مقبولة فيه يعني تدخل باسمك لما تدخل على كويز على الموقع ودخل باسمك نفسه اللي داخل فيه انت على الزوم نفس الاسم اللي داخل فيه على المخيم كله طيب قائد أتوقع 35 فرد دخل الآن شو رايك نبدأ إحنا بالمسابقة عشان نصيب قائد أنا دخلت في القطع قائد أحمد كيف حالك الحمد لله بكير الله أحبك بتحب أنا إيش كتبت إسمك إنت بقدر أشيلك عادي ما في مشكل هيا لأفراد لأنه القائد الآن قائد بالشرفي عندي 34 فرد أتوقع الجميع موجود صاح طيب شباب لو سمحتوا على الشات في حدا من الأفراد ما دخل بعد إذا في حدا من الأفراد بعد ما دخل على المسابقة يكتب على الشات أنا ما دخل آخر دقيقة آخر دقيقة رح نبدأ رح نبدأ توقع الله قائد طيب خلينا نبدأ بالمسابقة أنا تسمح لقائد رح أعلق شوية على المسابقة بعد إذنك طيب صبر رح أعلق عليها شوية وأذكر هاي بلشنا المسابقة الآن يعني المسابقة كلها تختيار متعدد بداية قوية لصلاح الدين غريب وأحمد ياسين قاسم وريان الآن رح يصير في منافسة شديدة في المراكز إحنا احتمال نعتمد أول 15 يا شباب شدوا حيلكم أحمد ياسين قاسم في المنكهز الأول الآن طبعا إحنا رح ناخذ أول 15 ونشوف طلاععهم يعني يعني مثلا أول 15 كان فيه ثلاث من طليعة من طليعة من الطلاعع هم الفائزين أكثر ناس خليني بس أعلق شوية المسابقة ما شاء الله بداية حريقة من الشباب معاذ محمد أبو سبلة في المركز الأول وأحمد ياسين عم بنافس فيه وريان سادي بنافس فيه ومحمد سليم الجوجو في المراكز آه في واحد طلع ضياء الدين غانم معنا في المسابقة ما شاء الله صلاح الدين غريب معاذ في المركز الأول الآن معاذ تبارك الرحمن بس أستعرض هيك للقادة المستمعين بعض الأسئلة يعني الأسئلة مش صعبة يا قادي كلها تختيار متعدد ونعم ولا من الأسئلة مثلا كم عدد أبواب مزد الأقصى يعني أخذوا الشباب في المحاضرات الماضية من الأسئلة كمان كم عدد مآذن المزد الأقصى بعض هذه الأسئلة يعني الشباب مرت عليها من الأسئلة مثلا جبل المكبر أين يقع مش راح نحكي طبعا إحنا كنيسة القيامة أين تقع في بعض الأسئلة يعني كم مساحة المزد الأقصى المبارك تقريبا بالكيلومتر مربع يعني هيك هي الأسئلة المتواجدة يعني كلها سهلة وليست صعبة بس نستنى نشوف مين المراكز الأولى ما شاء الله في منافس شديدة على المراكز الأولى يا قائد بشار ما شاء الله شباب شكلهم شباب بدرسوا كويس يعني تبارك الرحمن معاذ أبو سبل آه معاذ أبو سبل نزل للمركز الثاني أحمد ياسين قاسم طلع المركز الأول وهي في شباب من تحت جايين بقوة يعني ما شاء الله بس في قائد بشار بعد إذنك في رقاية الآن في أفراد يعني ما بعرف مسجدين أسمائهم بس ما شاركوا اسمح لي أذكر أسماء إذا في مجال إذا سمعين الشباب يونس زهير المبارك عمر أحمد الراعي وليد أيوبي عبد الرحيم ناصر مراد آه في عنا صهيب مادي وإبراهيم الدسوقي رجائهم يسموا أسماءهم يبلشوا يلا يا شباب بلشوا بلشوا أنتوا لغاية الآن ما بلشتوا بتمنى أنكوا تبلشوا يعني عشان وقت المسابقة آه قائد حسن فقط الإجابة الصحيحة بتلعب دور ولا كمان السرعة لا طبعا هذا التطبيق البرنامج قائد بشار السرعة والدقة إذا كنت أنت دقيق بإجابتك وسريعة بتاخد إكسترا بوينت يعني تاخد نقاط إضافية يعني مثلا مثلا على سنة المثال أحمد ياسين قاسم جواب كل الإجابات ومعاذ محمد أبو سبلة جواب كل الإجابات لكن كان أحمد ياسين قاسم أسرع منه بالإجابة بيأخذ بوينت أعلى تمام في عندك اسم هو عمر راعي هو قائد لك أنه دخل بالغلط هذا ما شارك أصلا أسحاق مانصور بيسأل بدنا نشارك يا أسحاق في رابط موجود على الشات أسفل يمين الشاشة مكتوب علي إذا هذا الفرد التحق فينا راح أرده بعد أنا الرابط مرة جديدة لأنه المتحقين ما بيشوفه هاي بعدته مرة ثانية خليني بس هيك أحكي هيك من باب التنافس نشوف شو أخبار المركز الأولى الآن عنا ضياء الدين غانم ما شاء الله في المركز الأول معاذ أبو سبلة في المركز الثاني أحمد ياسين قاسم في المركز الثالث هشام محمد نور كركر أو إشي زي هيك كز كز في المركز تتغير يعني بشارك أنا مش قادر تتغير المركز قدامي باركة الرحمن يعني هسا هشام صار في المركز الثالث وإحمد ياسين نزل للمركز الرابع أوه كان بش مركز أول أحمد ياسين هاي في واحد خد من بعيد اجا ايو 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 اتتخذت الآن مراحة المسابقة يا ايوب ايوب اترك اللعب اترك اللعب ادخل المسابقة يا ايوب 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 ما عندي ايوب انا ما دخل لانه هو الان دخل متأخر اصلا ايونس زهير دخل كمان ايوب ادخل على الرابط الموجود في الشات اسفل يمين الشاشة ادخل على الرابط ادخل باسمك وحط ستارت وابدأ في حل الاسئلة عشان تاخد النقاط ما شاء الله يعني في تنافذ شديدنا على المراكز خلني حكي اول مركزين ثلاث كويسات بس المراكز من اربعة على عشرة متقاربات ما شاء الله هاي الشباب شادي حيلها طبعا من اسئلة يا قائد بشار اللي وضعت في المسابقة تشد الرحال الى ثلاث مساجد ومنها المسجد الاقصى نعم ام لا طبعا انا حاط صورة الحائط الذي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم ناقته في رحلة الاسراء والمعراج هل هو حائط الاسباط حائط المغاربة حائط الرحمة حائط البراق من الاسئلة ايضا اخذوا الشباب يعني بس يعني اخذوا الشباب اه اه موجود حلو من الاسئلة المعلم الذي يتوسط المسجد الاقصى جاي بالنص يعني هل هو المسجد القبلي ام قبة السلسلة مصطبة سبيل قتيباي محراب داود من الاسئلة ايضا ذكرت بالمادة اقدم اسم لارض فلسطين هو ارضه في خيارات تماما كلها خيارات يا قائد بشار والاسئلة جميلة يعني من الاسئلة ايضا قال تعالى لا تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا هاي الآية بتذكر اشي عن صلفات اليهود في القرآن الكريم وذكر لهم خيارات الاجابة يعني واضحة ان شاء الله وكتبين انه تحتفل حركة الكشفية في العالم العربي كل سنة بيوم الاخوة الكشفية العربية مطلوب اي تاريخ طبعا اخذوا الشباب هذا ايضا صحيح وشعارنا وشعارنا اكيد الشباب حظينه كتبين سؤال عن الشعار وما شاء الله يعني فيها قائد بشار فيه ثلاثة انه المسابقة الآن اربعة اربعة افراد خمس افراد انه المسابقة ست افراد وهي ما عم بينه المسابقة بيبين عندي طبعا مين انتهى ومين بيجيب المركز الاول وما شاء الله يعني انا مش رح احكي للمراكز الآن يا قائد بشار لغاية ما ينهو الشباب عشان تكون مفاجئة والله القائد ساعد بيانوني بقوله ان المركز الاول محجوز لطليعة باب السلسلة مش عارف من اول والتاني والتالت تطلعوا بنزلوا من نفس الطليعة طب خلييني احكي بعض الاسماء بدون مراكز هشام محمد نور كاز كاز احمد ياسين قاسم عبد الفتاح خالد العويسي معاد ابو سبلي ضياء الدين قانم هذول من السلسلة يا قائد هذول من السلسلة يا قائد هذول يا قائد ساعد شو يا قائد ساعد الآن في مجموعة كبيرة انهت المسابقة حوالي عشرة وهنا بانتظار قائد بشار ينهو البقية عشان نعطيك المراكز يعني نسمع المراكز الاولى هاي احمد ياسين بولة اثنين من طريعة الاسباط اثنين من الاسباط ما شاء الله يلا اللي بنتهي اكتب انتهيت هاي صلاح انتهى محمد الأحدى بنتها اه ببين عندي ما شاء الله الانتهى نعم قائد بشار احنا ان شاء الله اول 15 رح نثبتهم ونشوف يعني هذول 15 من شو طلائعهم واكثر طليعة بتكون هي يعني لها الحوافز والنقاط اكثر ما شاء الله في واحد قادم من بعيد تصرف الماكز الثاني تبارك الرحمن بدون نذكر الاسواة خليها مفاجأ كمان شوين منعلي يلا يا شباب شدوا يا شباب بعرش محمد عايش وعاصم وايوب بدي منكم تشدوا شوي بالمسابقة اذا سمحتوا تكرمتوا حاولوا عجلوا بالاجابات عشان الوقت بعرش عاصم اصلا بشارك يعني هم جاوب عن اكمل سؤال وتوقفت يعني توقف عنده التقدم في عندي قائد بشار 25 فرد انها المسابقة ستة وعشرين تابعة وعشرين ثمانية وعشرين واحد واربعين اشوف لا لا مش واحد واربعين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين فرد انها المسابقة تسعة وعشرين لو قلت انا في انتي كم واحد مش مشارك ياما لبس مشتمر في واحد اسمه باب السلسلة هلا دخل بس شكله داخل يعني ناري مش عارف من هو باب السلسلة شكله قائد مش عارف هيقلي انه قائد في عندي ثلاثين فرد انه المسابقة قائد في بس ضايل واحد اثنين ثلاثة اربعة في عندي مجموعة حوالي عشرة بس انه فينهمين هو ان شاء الله عشان نعلن النتائج ما شاء الله محمد عايش دخل متأخرا بس يتقدم ببطء لكن باتقان يلا يا شباب عندي الان شسمه مجموعة حوالي ثلاثين فرد انها المسابقة افرادنا انتظرونا قليلا لانه رح نعني نتائج بس احنا بنستنى في بتمنى من التالية اسمائهم شدوا همام خالد مسامح تبارك الرحمن كان في المركز التاسع صار في المركز بديش احكي اي مركز واحتمال يتجاوز المركز الاول الله اعلم فادي المشهراوي بتمنى اذا سمعني انك تشد حيلك بالاجابات الله يكرمك يا رب محمد عايش ايضا صلاح الدين غريب وليد ايوبي عبيدة صالح جير وباب السلسلة وايوب وعاصم والقدس اهه باب السلسلة وهي دخل القدس يا قائد بشار بل الشباب بدخلوا باسماء وهمية مش عارفين شو الاسماء هاي من اصحابها بس انا عكل حال يعني اهم شي ما يكون اسمه مكرر يعني يعني مثلا القدس القدس وباب السلسلة اذا كنتوا دخلين قبل الان يعني رح نثبت احنا مراكزكم الدخول الاول همام ومحمد عايش محمد عايش تبرك الرحمن عنك بس شدنا حيلك يا حبيب وفادي المشهرات ويلا شد حيلك يا حبيب وباب السلسلة وصلاح اه صلاح كويس جربت يخلص عبيدة يعني احنا قائد بشار ضايل بس بالضبط يعني بشار في القدس هلأ دخل وباب الاصباط هلأ دخل كمان وبعدين عايش اسمه وهمي يا شاب عاكل هالا احتمال نوقف المسابقة يا قدس وباب الاصباط يعني مش عارفين انتوا لتحقتوا فينا ولا لا بس في واحد اسمه اسحاق ابراهيم منصور هل هو من القادة القائد بشار اسحاق منصور لا مش قائد الآن دخل هو الآن الآن يعني مش عارف رح نستنى وسيد علوني الآن دخل وسيد علوني الآن دخل مش عارف كأنه خرج وجه دخل مراتين ومبعث ليش خلني اتأكد اسمه إله اسمين أحسن واحد حلهم عسري وراح يصلي نعم طيب قائد يعني يعني نفقدون أكم من دقيقة رح نستنى بس الأفراد يخلصوا يعني معنا ريان السعدي دخل الآن ريان سعدي اتأخرت كتير يا ريان ليش طيب تبارك الرحمن يعني الشباب باب السلسلة تبارك الرحمن يعني صار في مركز العشرة الأولى بس لازم نكشف من من هو يا قائد بشار احنا الآن في عنا 37 فرد أنها ضايل بالضبط باب السلسلة واحد فادي المشهراوي اثنين صلاح الدين غريب قرب ينهي ثلاث عبيدة صالح طيب حسن القادم استعجلين يعرفوا النتائج قبل الأفراد آه عشان تحدي في تحدي شكله أيوبي وضيتك سؤالي أيوبي قاد في مجموعة دخلت يعني هسا مش عارف أنتظرهم ولا لا يعني في أربعة ستة يعني توقيت الفقرة عندك مش عارف إذا كان الوقت بيسمح عندك تأخر شوي ما عندي مشكلة في وقت معنا بس الفكرة إنه في أسماء وهمية يعني فيمت علي كيف من الوهمية الآن هي أسماء القدس باب الأصباط وباب السلسلة شوف شو اسموه كان اسمو يعني باب السلسلة تبارك الرحمن صار في المركز الأول يا قائد خلص ما هو على كل حوال سيأخذ صفر لأنه مش عارف من هو هو اسموه اسموه على الخاص براس لك أكيد هلأ على الخاص لا لا ما فيه ما فيه حتى لو عبر أصنع عن خاص اسموه مهمي هذا هلأ كل الشباب يراسلون عن خاص يا قائد يا قائد أنا اسمي باب السلسلة لكان بس مش عارف قائد فيه فرد اسمه فادي المشهراوي لا لا خلص متابع متابع فكرته أنه نتعلق عنده أو إشي زي هيك لا متابع بعده إحنا بس ضايل أكمن فرد يعني ما شاء الله بس فيه الأسماء تدخلوا الجدد هيني بنتظرهم يخلصوا يا قائد ننتظرهم كمان دقيقتين الله بيعين يالله ممنوع الاستعانة بجوجل يا شباب ما بلحقوش يا قائد ما بلحقوش أنا يعني معطي حوالي 45 ثانية للسؤال في بعض الأسئلة دقيقة يعني هالدقيقة بيقدر يطلع يدخل ما أتوقع كم سؤال لني 25 سؤال أوه بسهلها كثير عليهم يا قائد والله والله أنا قلت عشان بدي خمس دقائق لدخول وخمس وعشرين دقيقة عرض للمسابقة وخمس دقائق لعرض النتائج أعطتوني 35 دقيقة بس ما شاء الله يعني باب الأصبات داخل بقوة بدي تحدى باب السلسلة باب السلسلة ضعاف باب السلسلة يمكن في المجموع النهائي يطلعوا آخر طليعة معقول مين قائدهم يحقع قائدهم أسمع التحدي من قائد طليعة باب المغاربة باب المغاربة دائما هم الغالبين الله عنه إن شاء الله شكلهم تلاميذك يا قائد أو تلاميذ القائد جمعات نعم تلاميذي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تحية تحية من الأردن إلى الجزائر الله يبقى فيك شاء الله الله يحييك أكرمك الله الآن ما شاء الله سيد علاونة يعني بنتمنى أنك تشد حيلك شوية يا أسيد يلا ما نسكر يا أسيد يلا من النتاج أسيد وفادي وأيوبي وباب الأصباط أنا بنتظركم أنتو الأربع وبعمل بالإضافة لإسحاق والقدس يعني ضائل أنتو الستة أنتو الستة اللي تبقيت ويلا جدو قائد الأسماء الوهمية الأسماء ما هو ما تستنىها خلص يعني ما همش الأسماء الحقيقية الوهمية ما تستنىها تكرم تكرم قائد بشار الآن في أيوبي وأسيد أيوبي وأسيد وأسحاق أيوبي وأسيد وأسحاق ننتظر هؤلاء الثلاث فقط قائد في واحد دخل متأخر كمان بس مش راح أقدر أنتظر يعني لأنه دخل متأخر كثير بعد ننتظر هؤلاء الثلاث وبالنهي المسابقة لهم أسيد أسيد يلا يا أسيد و في أسيد فقط أسيد لأنه أثنين البقيات أسماء وهمية أسماء الوهمية حتى قائد شاسمه مع الإعادة ما ظبطه خيال يعني اللي اسمه حاله القدس يعني الأصل إنك ما دخلت يعني الصراحة يعني يعني اشتغل حاله وبالأخير جاب مركز 18 يا قائد 18 مليح يربح وين نحن بدنا أول 15 يربح معنا حبة زيتون من المسجد الأحسن من بوره إن شاء الله إن شاء الله طبعا هيك قائد بشار يعني بنستسمح من اللي دخل الآن في بجموعة دخلت الآن ما رح استنعها رح أعمل إن جيم عشان نعرض النتائج بس أسيد ضيل له سؤال يلا يا أسيد أسيد يا أسيد يلا أول ما ينهي أسيد أنا رح أنهي المسابقة لأنه عبيدة حجير هلأ دخل له عبد الله رفاعي وعاصم قائد حسن ننتبه إنه ممكن البعض بدخل بإسم ثاني بعد ما قدم المسابقة أول مرة عشان هيك ممكن بعض التأخير آآ آآ بس أنا بستنى هاي أنهى أسيد أنا رح أعمل إن جيم الآن قائد عمر لعمور عشان ما يصير هذا الشيء بنعتذر من الأفراد اللي دخلوا متأخرين قائد بشار يعني زي جمال الدين جمال الدين الآن يعني داخل بقوة بس ما في وقت لانتظار وما رأيك قائد بشار يعني كم لننتظر قريبا آآ لساته هو في ثلف الأول في المسابقة دخل متأخر يعني هو عبيدة هو عبيدة الآن دخلوا يعني قبل شوي والله يعني يعني إحنا من باب المؤمن للمؤمن كان مليان مرصوص وإحنا بدنا نراعي اليوم عشورة وبدنا نعطيهم فرصة معلش وقائد حسام صحيح بوزع الحوافز بس كمان ما بحاجة لرحالي الحوافز يلا سنتظرهم كمان ثلاث أربع دقائق طيب نستنى بس فمي شو اسمه في أسماء وهمية يا قائد إلا أذا بكون وهمية بكون وهمية إذن همي ثلاثة اللي مستناهم عبيدة حجير وعبد الله الرفاعي وجمال الدين النجوم هؤلاء اللي بقدموا الآن فقط فتكرما إحنا رح يعني نشكر الشباب الأفراد اللي أنه تكرما بدنا ننتظر هؤلاء الثلاثة همي عبد الله الرفاعي وعبيدة وجمال الدين بالإضافة للاب مش عارفين لاب هذا أنا أسيد 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 هاي فتحت لك المايك قائد قائد حسن سامك يا أسيد تفضل قائد إنت كيف رح تقيم لو أكثر من فرد من مجموعة مثلا جاء مراكز كيف تحسب المراكز على الطليعة كيف النظام قائد الاحتساب النقاط الآن إحنا رح نعتمد أول 15 مركز يا أسيد تمام ورح نشوف أول 15 مركز إيش طلاقعهم يعني مثلا شو اسم طليعتك حضرتك إنت اسم طليعتك طليعة طليعة باب الرحمة أنا طليعة باب الرحمة إذا كان على افتراض افتراض من أول 15 في خمسة من باب الرحمة وهم أكثر ناس كطليعة هم الفائزين طبعا أفراد الطليعة في حوافز أتوقع كمان لهم وضحط يا أسيد وضحط يعني العدد الأكبر من الطليعة وكان من ضمن 15 متفولز نعم صحيح كذلك الله استمام جزاك الله استثناء الأسماء الوهمية ما رح نحسبها بس تمام خلصوا الشباب قائد حسن خليني ألقي نظرة قائد الآن في شاسمه عبيدة بيقدم بعده عبيدة حجير وجمال الدين بيقدم وأبد الله رفاعي بيقدم ولاب بس تقريبا هم يصاروا نهيين 60% من المسابقة قائد حسن نعم يا قائد تفضل قائد أحمد بس شو قصت طليعت الحريقة بالكشار طليعت الحريقة طلعت مش حريقة يا قائد الله طليت الحريقة يعني بعرفش قائدهم أنا فكرت إنه رح يحرقوا المسابقة بس ممكن فيدك أكثر من القائد مصعب لأنه قائد مصعب عنده الأخبار طليت الحريقة يساري أتوقع طليت الحريقة قائد يعني مجرد اسم بس بعرفش يعني خلص يصلك يصلك طبعا عبد الله رفاعي عبد الله قرب ينهي يلا يا عبد الله وبيدع الآن يعني بدأ اخترب أذان المغرب أذان المغرب اخترب فاللي خلص مسابقة ممكن يدعو لله عز وجل في الثلاث دقائق أو خمس دقائق الأخيرة يعني يدعو للمسلمين يدعو للمسجد الأقصى يدعو لنفسه أنه ينجح جمال أنه جمال من مجموعة النجوم بقي عبيدة حاج أدو عنكم من زمان والله نحن نطول لأداني الشيف عنا لا 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 شكرا جمعات الله حي مجموعة النجوم ماذا حتى ثمينة ونصف يا ربي عينكم إن شاء الله يا ربي يا ربي إحنا لاب ما شاء الله لاب يا قائد جاب في المراكز الخمس الأولى يعني الستة الأولى بس مش حيستفيد شي مين لاب اللي داخل بسم لاب ينتب على الشات مين هو راحش علي يا قائد راحش علي طبعا عبد الله رفاعي أنهى وهي عبيدة آخر سؤال يا قائد وننهي عبيدة بدي هيكا إذا كرمت إذا في فكرة حرة ثلاث دقائق عبر ما أطلع النتائج آآ ثلاث دقائق حتطلع النتائج آآ إن شاء الله ثلاث دقائق بكون طلعت النتائج وبدأ أعلنهم يا رب يسر آآ برائد محمد نور كازكاز بقول هو اللي اسمه لاب وهو داخل مرتين أنا راح أحتسب الأولى أحكيله آآ يا رائد أحاول بتحاول تشتغل فينا بس قائد حسن لكم بالمرصاد يعني آآ كل شي عندي كل شي آآ أحمد الناجي إذا كنت أدخذ باسم حدا من الشباب على المسابقة جاوبت عنه طيب أعلن نتائج يا قائد بإمكانك على النتائج فضل في المركز الأول إحذف يا قائد باب السلسلة آآ باب السلسلة اسمه اسمه باب السلسلة وعنده عشان عشانه اسم وهمي بدي بعد إذنك بعد إذنك يا قائد بدي هيك يعني هي مش فضيحة فضيحة على الملأ خاخطة بسؤال كم عدد مآذن المسجد الأقصى كاتب ست مآذن آآ هذه كارثة خاصة بخمسة خاصة أو عشان هدخل بس المؤلمين آآ فإحنا مصرح نحب السبوع في المركز الأول فعليا محمد عايش ما بعرف طاليا طاليا ما شاء الله ما شاء الله اسم طاليتك قائد جماعات اسم طاليتك كاميرا ثاني باب المغاربة باب المغاربة كل شخص بالنقاط الموجودة تكره معي تكره معينك نعم تكره معينك في المركز الثاني ضياء الدين غانم والله ضياء في المركز الثالث وسيد علاونة ما شاء الله ما شاء الله في المركز الرابع غير محتسب باب الأصباط نفضح ولا خلاص لا خلاص في المركز الخامس غير محتسب لاب لاب خلاص أول أنه طلع كان ما أخذ أول أخذ أول رسم فمنرجع الآن إذن مركز أول محمد عايش ضياء غانم مركز ثاني وسيد علاونة مركز ثالث همام خالد مسامح مركز رابع عبدالله رفاعي مركز خامس فادي المشهراوي مركز سادس عبيدة حجير مركز سابع أيوبي مركز ثامن عبدالرحيم الزاملي مركز تاسع صلاح الدين عماد الحاج مركز عاشر معاذ أبو سبلة مركز حادي عشر هشام محمد نور كزكز هذا هو قائد صح؟ نعم هذا في المركز الثاني عشر إبراهيم متحة الدسوقي مركز الرابع عشر ثالث عشر أفوان عبدالفتاح العويسي عبدالفتاح خادي عويسي المركز الرابع عشر أحمد ياسين قاسم في المركز الخامس عشر أحمد ياسين قاسم من المركز الأول كان طيب قائد من طلعنا طريعة الحريقة هون والله يا قائد أنا مش عارف يعني الأفراد أنا كمان دقيقة يا قائد بشار راح أعطيك أنا الأسماء تمام وأبعث لك إياهم إذا في مجال واحد من القادي يرسلني واتساب إذا أبعث لك إياهم سكرينشوت أو إذا في مجال يلا أكتب رقمي عشر وين أكتب لك رقمي عالقائد على الهيئة وين أبعث لك تمام قائد إن شاء الله دقيقة بتكون الأسماء عندك تمام أنا هيك أنهيت فقرتي وأعلننا الأسماء والله يزيكم الخير طبعا أنا تشرفت بوجودي معكم يا قائد بشار في مخيم النورس الكشفي الله يبارك فيك يا رب كل الشكر كل الشكر كل الشكر بالتقدير لقاد حسن علي شهين على هذه المسابقة طبعا مش هتكونوا بالصورة يعني قاد حسن غششكم كتير مساعدكم كتير وخفف عليكم الأسئلة كتير وقلل عدد الأسئلة كتير عشان يعني أكبر قادر ممكن من الشباب يحصل النتيجة الله تكونوا عافية طبعا المسابقة ليست كل شيء في المخيم المسابقة جزء والألعاب المقدسية صارت معنا خلال يومين سابقا جزء وكل شيء صار معنا خلال يومين الماضيين وهذا اليوم جزء من هذا المخيم وجزء من التقييم والحوافز إن شاء الله الآن شكرا لقائد حسن الله تكون عافية الله يزيك خير شكرا لك وشكرا لك